كلمات بسيطة سهلة، لو قلناها قبل كل عمل نقوم به، انتقل بها هذا العمل من النقصان إلى الكمال، ومن ضياع البركة إلى تمام البركة. تعالوا نتعرف عليها في هذه الحلقة من برنامجنا عليكم بسنة. يا رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني، أسعى مسعاك يغدو همك همي، وأكون في دارك. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفتتح حلقتنا ببسم الله، ونفتتح السنن التي سنتكلم عنها في هذا البرنامج بسنة قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل عمل مهم. وللبسملة في حياة المسلم شأن عظيم، فقد افتتح الله سبحانه بها كتابه الكريم، وافتتح بها أهم سورة من سور القرآن الكريم، سورة الفاتحة، وسماها بالسبع المثاني، وكانت هذه الآية أحد هذه الآيات السبع، كما افتتح بها جميع سور القرآن الكريم عدا سورة التوبة، ولهذا سبب جميل أنصحكم بالبحث عنه وللطلاع عليه. ووردت البسملة في كتاب الله عز وجل في مواضع عدة، كانت كلها افتتاحا لأمر عظيم. فقال تعالى على لسان ملكة سبأ، وهي تقرأ كتاب نبي الله سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام، وهو يدعو قومه لركوب السفينة والنجاة من الكافرين. وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بافتتاح كل أعمالنا بتسمية الله، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، كل أمر ذيبال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجذم، وفي هذا توجيه واضح لنا بأن نفتتح كل أعمالنا بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى أمر ذيبال في الحديث أي أنه أمر نقوم به ونحن مستحضروا الذهن، يعني ليس مثلا عملا بسيطا أو بديهيا نقوم به بداهة بدون تفكير. فهذه الأعمال أعفان الله عز وجل من هذه السنة فيها، فمثلا عندما نحمل جوالنا أو نقوم برد فعل لا إرادي كأن نمسك شيئا يريد أن يسقط مثلا، كل هذه الأعمال تعتبر أعمالا بسيطة لا مشكلة إن نسينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم قبلها. أما الأعمال المهمة التي نقوم بها ونحن مستحضروا الذهن لها، مثلا التوجه إلى العمل، البدء بإعداد الطعام، الدخول إلى المنزل، ركوب السيارة، ارتداء البلابس، والكثير الكثير من الأمثلة على هذه الأعمال، فيتوجب على المسلم أن يسمي الله عز وجل قبل أن يبدأ بأي عمل من هذه الأعمال. أما إن نسي المسلم أن يسمي الله عز وجل قبل أن يبدأ بهذه الأعمال، فسيكون العمل كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتر أو أقطع أو أجذم، وكل هذه الألفاظ تدل على النقصان، وتسمية الله عز وجل قبل البدء بأي عمل هي وصية عامة، يعني تصلح لكل أعمال حياتنا، وكلما تعود لساننا عليها أكثر، كلما حصلت البركة أكثر، ولكن هناك أعمال محددة وردت فيها توصيات محددة لها بأن نلفظ تسمية الله عز وجل قبل أن نأتي بها. ومن هذه الأعمال التي وردت فيها أحاديث مخصصة، دخول المسجد، دخول المنزل، البدء بالطعام، وغيرها من الأعمال، فهذه الأجر فيها أعظم، والتأكيد عليها أشد أن لا ننسى تسمية الله عز وجل قبل أن نأتي بها. وقد يسأل سائل، نقوم في حياتنا بالكثير من الأعمال، وننسى أن نسمي الله عز وجل. فأين النقصان الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نرى أن هذه الأعمال تتم، ولا نقصان فيها. النقصان الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له عدة معاني، من أهمها نقصان الأجر. الأجر على هذه الأعمال يأتي ناقصاً، وربما لا يأتي أساساً إذا لم نستحضر النية. أيضاً نقصان البركة، والبركة مفهوم عظيم في حياة المؤمن الموصول بالله عز وجل، يستشعره في كل لحظة من لحظات حياته. ولنستمع إلى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روته أمنا عائشة رضي الله عنها، إذ قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاماً في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان قال بسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاماً، فليقل بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله، فليقل بسم الله في أوله وآخره. وهذا هو معنى البركة، فالبركة إن طرحت في الطعام، كفت الكمية القليلة منه النفر الكثير، وإن طرحت في المال، سد الله به عن العبد مصارف كثيرة، وإن طرحت في المنزل، وسع الله عز وجل على سكانه، وشعروا فيه بالراحة والسكينة، وإن طرحت في الأولاد، كانوا بارين يسيرين مطيعين لوالديهم، وعكس ذلك والعياذ بالله، إذا سحبت البركة من الطعام، لم يعد يكفي إلا النفر القليل، مهما كثر، وإن سحبت البركة من المال، لا يعرف العبد كيف صرفه ولا أين ذهب، وإن سحبت من البيت، ضاق بساكنيه، وكثرت مشاكله، وإن سحبت من الأولاد، كانوا العياذ بالله بلا بر لوالديهم، ولا خير فيهم لهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمارنا كلها مباركة بإذنه، وببركة ذكر اسمه سبحانه وتعالى قبل كل عمل نقوم به، فلنحرص إخوتي على أن نطبق هذه الوصية في حياتنا كلها، أن نتذكر تسمية الله عز وجل قبل كل عمل من أعمالنا، وخاصة الأعمال ذات القيمة، الأعمال الكبيرة، فمثلا إذا أقدمت على شراء بيت أو بدء عمل جديد أو زواج أو أمر من أمور حياتك المهمة، إياك أن تنسى تسمية الله عز وجل حتى لا تسحب البركة من هذا العمل، وعلى العكس إذا سميت الله عز وجل فثق تماما أن الله سيطرح البركة والتوفيق والأجر في كل ما تقوم به إن شاء الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة وأسبوع جديد، أوصيكم بالإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة